الثامنة مساء من الميتين والبداية مع العنوين فتح وحماس توقع عن اتفاق تطبيق المصالحة في القاهرة وعباس يعزو بتنفيذه الولايات المتحدة تقرر الانسحاب من اليونسكو بذريعة انحياز المنظمة ضد اسرائيل والاخيرة تعتزم اتخاذ خطوة مماثلة القضاء السويسري يتهم الامين العام السابق لالفيفا ورئيس مجموعة بيئن ميديا القطري بالفساد والرشوة مساء الخير بعد ترحيبه بالاتفاق اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس توجيهاته للحكومة وللاجهزة الامنية والمؤسسات بالعمل لتنفيذ ما اتفق عليه في القاهرة ووصف عباس الاتفاق بين حماس وفتح بالانجاز الذي يسرع انهاء الانقسام ويعيد وحدة الشعب الفلسطيني ووفق مسؤول في فتح فان عباس سيزور قطاع غزة في اقل من شهر من جاته ابلغ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هانية رئيس المخابرات المصرية الوزير محمد فوزي خلال اتصال هاتفي استعداد حماس التام لتطبيق اتفاق القاهرة واكد تلبية الدعوة المصرية لتقييم ما سوف يطبق من خطوة وكذلك تلبية الدعوة الى الحوار الفصائلي الشامل اتفاق لمصالحة الفلسطينية المعلن من القاهرة لن يقتصر على حركتين فتح وحماس بل سيشك جميع الفصائل الفلسطينية في تجاوز هذه المرحلة القاسية في تاريخ قضية فلسطين اذ اتفق على دعوة جميع الفصائل الى اجتماع شامل في القاهرة نهاية الشهر الحالي هذه المرة بتعليمات الرئيس ابو مازي والتأكيد يجب ان لا تعود الا وانتم متفقون يجب طي صفحة الانكسام الى الابد لنوحد جهود الشعب الفلسطيني بكل قوة وفي مقدمتهم فتح وحماس بهذه الكلمات اعلن عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في فتح من قلب القاهرة طي صفحة الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس احد عشر عاما انتهت باتفاق شامل رعته المخابرة المصرية وتمت مناقشة وبحث سبل حل القضايا الخلافية الأساسية بين الطرفين باتباع سياسة خطوة خطوة احنا اخذنا استراتيجية ان نطبق خطوة خطوة حتى نستطيع انجاح موضوع المصالحة وكلما نجحنا في تطبيق خطوة اصبح اسهل علينا نتقدم الخطوة التي بعدها فيما يخص موظفي قطاع غزة اتفق الطرفاني على تكليف لجنة قانونية ادارية بدمج موظفي القطاع في سلم رواتب السلطة الوطنية خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر على ان تدفع رواتبهم على الفور وخلال المباحثات التي تمت في مقر المخابرات العامة المصرية اتفق على فتح معبر رفح فور جاهزيته باشراف الامني مصري وبمتابعة مباشرة مع ادارة المعابر في السلطة الوطنية الفلسطينية على ان تتمثل كل من فتح وحماس في ادارته وبخصوص تمكين حكومة الوفاق الوطني الحالية من القيام بواجباتها في قطاع غزة اتفق على ان يتم ذلك باسرع وقت وبشكل كامل على ان يعيد كل وزير هيكلة وزارته اضافة الى دمج الموظفين القدام والجدد في الوزارات كذلك اتفق على ان يعاد ترتيب جهاز الشرطة والامن الوطني من قبل حماس على ان تتولى فتح ترتيب جهاز المخابرات الفلسطينية على وقف الملاحقات الامنية بحق اعضاء الحركتين وان ترفع كافة اجراءات السلطة ضد غزة ولسيما فيما يخص الرواتب والتحويلات العلاجية مع العمل يحلى حل مشكلة الكهرباء في القطاع بشكل جذري واحدد طرفان الذان تعاملا بمرونة كبيرة خلال المحادثات جداول زمنية لتنفيذ كل النقاط المتفق عليها بضمانة مصرية وسط ترحيب اقليمي وفرحة وتفاؤل فلسطينيين غمراء قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء واثرى الاعلان عن اتفاق المصالحة خرج مواطنون الى شوارع غزة للاحتفال مواطن غزة اقاموا حلقات الدبكة على وقع الاغاني والاهازج الشعبية الفلسطينية شو قال لك ابو العبد ان شاء الله متفعل خير باذن الله تعالى فانه كلهم نتكلم معي بفعلنا خير هو بفعلنا خير دائما وهو بدأ ان شاء الله بالخير وحضر على يقيد الخير باذن الله تعالى وانا ارى فرحتك وانا ارى ابتسامتك الفرح على الجو كلها الناس ما شاء الله الحمد لله رب العالمين انهاني انفسنا وانهاني شعبنا الفلسطيني وانهاني رئيسنا برضو رئيس واحد قيادة واحدة كلمة واحدة تكون ان شاء الله بالشورى وامرهم شورى بينهم اكد القيادي في حركة حماس مشير المصري ان السلاح المقاومة لم ولن يطرح على طويلة الحوارات وفي تصريحات للميادين قال المصر ان هذا السلاح يتولى الدفاع عن الشعب الفلسطيني نحن شعب واحد ونريد من خلال هذا الاتفاق ان نصل لسلطة واحدة هي تتولى زمام الأمور في الداخل الفلسطيني وايضا ان نؤكد على ان هناك سلاح واحد للمقاومة الفلسطينية هو الذي يتولى الدفاع عن الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الاصيوني سلاح المقاومة لم يطرح على طاولة الحوارات ولن يطرح سلاح المقاومة سيبقى مقدس والمقاومة تعرف طريقها وبوصلت المقاومة معلومة وهذا السلاح الطاهر والنظيف لن يوجه إلا إلى صدور العدو بإذن الله سبحانه وتعالى ومن القاهرة ايضا اعلن عن التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار جنوب العاصمة السورية دمشق ووقع في مقر المخابرات المصرية في القاهرة في مقر المخابرات العامة المصرية في القاهرة وقع جيش الإسلامي وجيش الأبابيل وأكناف بيت المقدس اتفاقا على وقف اطلاق النار جنوب العاصمة السورية دمشق برعاية مصرية وضمانة روسية التفاصيل التي تم الاتفاق عليها وسيتم التفاهم حول كيفية تنفيذها هي وقف اطلاق النار في مناطق جنوب دمشق وإدخال مساعدات إنسانية وإطلاق سراح معتقلين خلال النقاش على التفاصيل سيجري العمل على إقناع بعض العناصر الرافضين للاتفاق بقبوله مسؤول الهيئة السياسية في جيش الإسلام محمد علوش كشف أن الجانب المصري تعهد بفك الحصار عن الغوطة وصلنا إلى تدخل مصري أو تعهد مصري بأن يكون هناك انفراج في قضية فك الحصار عن الغوطة وإدخال المساعدات بكميات كافية إن شاء الله وستبدأ من اليوم للوصول إلى تخفيف المعاناة والحصار والجوع والأمراض وإدخال ما يحتاجه أهل الغوطة الشرقية بالنسبة إلى الحكومة السورية أكدت مصادر موثوقة للميادين أن وفدا أمنيا سوريا توجه إلى القاهرة واجتمع مع نائب مدير المخابرات العامة المصرية من أجل هذا الاتفاق ولإتمام التفاهم على بنوده وسيشمل الاتفاق تسوية أوضاع كل المسلحين في هذه المناطق ومن لا يريد التسوية سيغادر إلى جرابلوس أو إدلب وفي رف إدلب الجنوبي سيطرت جبهة النصر على منطقة أبو دالي بعد اشتباكات عنيفة مع اللجان الشعبية سبع سنوات بقيت بلدة أبو دالي التي تتبع لها 12 قرية و7 مزارع تحت سيطرة اللجان الشعبية من عشيرة بني عز وهم من أبناء المنطقة البلدة تعرضت لعدة هجمات للسيطرة عليها خلال سنوات الحرب إلى أن تمكنت جبهة النصر قبل أيام من دخولها وارتكاب مجازر بحق المدنيين فيها وخلال ما سيطرت على غريت أبو دالي الأصابات الإرهابية ارتكبت المجازر بحق المدنية وحق الأطفال وبحق النساء واختادوا رجال إلى رجال أسرة اعتبارهم أنه قوات مداثة عن أبو دالي والله وذول المدنية ما لهم أي علاقة أم تريكي وأم خزيم ولمشير في قط الدفاع الأول عن بلدة أبو دالي تعرضت لهجمات بالمفخخات ما أدى إلى انسحاب اللجان الشعبية فيها نحو خطوط خلفية ما تسبب بحصار بلدة أبو دالي من كل الجهات حصار ساهم في خروج المحاصرين منها عبر فتح طريق ترابي مكنهم من الوصول إلى مناطق الجيش السوري شمال حما تم انسحابنا وانا كنا شخصيا تم انسحابنا بكل قوة وشرف ونزاها وكانوا يطلبون المفاوضات فنحن كان شعارنا الشهادة أو النصر فنحن صحيح طرعنا من قرية أبو دالي ولكن طرعنا بشرف ونزاها وتم القتل العشرات منهم على الطريق سبعة ألاف مدنيين هجرتهم جبهة النصر بعد هجومها على منطقة أبو دالي كما أن العشيرة خسرت العديد من مقاتليها وعتادها خلال الانسحاب من المنطقة العشيرة اليوم تعيد تجميع صفوفها في ريف حما استعدادا لشن هجوم معاكس لاستعادة المنطقة من جبهة النصر بتمهيد جوي ومدفعي للجيش السوري أعربت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة لتربية وثقافة والعلوم اليونسكو إيرينا بوكوفا أعربت عن أسفها العميق لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة ووصفت الخطوة بأنها خسارة للتعددية كلام بوكوفا جاء بعد أعلان الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة لسبب مخاوفها من تزايد ديون المنظمة وضرورة إجراء إصلاحات جذرية فيها ومن استمرار حيازها ضد إسرائيل مضيفة أن الولايات المتحدة ستستمر في اليونسكو بصفة عضو مراقب هذا فيما أعلنت إسرائيل الاستعداد للانسحاب من اليونسكو مجارة للولايات المتحدة إذا كنا منبرا كبيرا للحوار بين الثقافات وحقوق الإنسان وحرية التعبير وسلامة الصحفيين ونعمل على نطاق شامل من أجل القضاء على الفقر ومكافحة الظلام ومحو الأمية أعتقد أننا نحتاج إلى الجميع في المنظمة ولسيما الولايات المتحدة لأنها عضو مؤسس وأحد أهم الداعمين لهذه المساعي ملفات الفساد في عالم كرة القدم مستمرة وآخرها اتهم القضاء السويسري الأمين العام السابق لاتحاد كرة القدم جيروما فالكي ورئيس مجموعة بي إن ميديا القطري ناصر الخليفي التحقيقات توصلت إلى الاتهام المباشر بفساد في عملية بيع حقوق بث في كاس العالم ومكتب النائب العام السويسري أعلن عن فتح تحقيق جنائي بحق فالكي والخليفي الذي يترأس نادي بغي سان جرما يذكر أن التحقيقات بدأت في شهر أذار مارس الماضي وفي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بنشر قوات لها على الحدود الروسية مع البلطيق الوزارة أعلنت اليوم عن وصول لواء الدبابات المدرعة الأمريكي الثاني إلى بولندا مع بقاء اللواء الثالث هناك ما يعني نشر فرقة كاملة من القوات الأمريكية عند الحدود الروسية التفاصيل مع سار الحاف أهلا بكم إلى الحدود الروسية مع البلطيق وصلت فرقة كاملة من القوات الأمريكية ما يتعارض مع الاتفاق الموقع عليه بين روسيا والناتو في عام 1997 بحسب موسكو المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجار كوناشينكوف قال إن نشر اللواء الثاني مع عتاده وألياته جاء في وقت لا يزال فيه العتاد العسكري التابع لللواء المدرع الثالث موجودا على أراضي بولندا ودول البلطيق عتاد اللواء الثالث يحتوي على عشرات الدبابات والمدافع وناقلات الجنود المدرعة والمركبات القتالية الأخرى والتي كان يجب أن تبقى في مكانها في حين يستبدل أفراد هذا اللواء بأفراد اللواء المدرع الثاني من الجيش الأمريكي ما دفع بالمسؤول الروسي إلى الشرح أنه ليس هناك لواء بل هي فرقة مدرعة من القوات الأمريكية حيث يمكن نقل أفراد مدربين لها من قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا في غضون ساعتين روسيا كانت قد أطلقت في أيلول سبتمبر الماضي مناورات الغرب 2017 المشتركة مع بلاروسيا وقد جرت بمشاركة سلاح الطيران وقوات الدفاع الجوي و12700 عسكري إضافة إلى نحو 70 من الطائرات والمروحيات و680 قطعة من المعدات العسكرية كالدبابات والمدافع ورجمات الصواريخ ومدافع الهاون والسفن البحرية هذه المناورات أثارت قلق دول البلطيق وثم تصريحات تحدثت عن خطر روسي وعن عدوان روسي أيضا مخطط له فور انتهاء المناورات تصرفات رأى فيها الروس تغطية أعلمية لعملية البنتاجون هذه حلف شمال الأطلسي كان قد دشن قوة جديدة متعددة الجنسيات في رومانيا تقوم مبدئيا على كتيبة رومانية قوامها حوالي 4000 جندي تدعمها قوات من تسع دول أخرى أعضاء في الحلف لتكمل بذلك قوة منفصلة من 900 جندي أمريكي منتشرة بالفعل وتشمل الخطط نشر قوات جوية وبحرية لزيادة قدرات هذه القوة كل ذلك يصب في محاولة الناتو تعزيز وجوده في منطقة البحر الأسود الغانية بالنفط والغاز ولتطويق روسيا حيث تنشر أمريكا والناتو قواعد عسكرية في بولندا وسلوفاكيا ورومانيا وأستونيا ولتفيا ولتوانيا وغيرها وهو ما تعده روسيا أمرا خطرا للغاية نشرة الثامنة مستمرة وتتابعونا فيها بعض الفاصل وفد من حكومة الوفاق الليبية يجم حدثات في موسكو من جديد أهلا بكم يزور وفد من حكومة الوفاق الوطني في ليبيا موسكو ويجري لقاءات في وزارتين الخارجية والزراعة الروسيتين رئيس مجموعة الاتصال الروسية بشأن ليبيا قال أنه جرى كذلك بحث مسألة إعادة فتح السفارة الروسية في طرابلس ووكل وزارة المواصلة في حكومة الوفاق هشام أبو شكيوات أكد تطلع الوفد من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات التجارية والصناعية الثنائية وأضاف أن المسؤولين الروس وعدوا بعودة بعثة روسية صغيرة قريبا إلى طرابلس كشفت مؤسسة النفط الليبية عن اجتماع عقدة في بريطانيا بحضور محافظة بنك ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ودبلوماسيين من أمريكا وروسيا وأوروبا جرى الاتفاق خلاله على تعزيز الحماية القانونية للمؤسسة وفي التفاصيل جرى الاتفاق على أن استغلال موارد النفط والغاز يجب أن يعود بالنفع على جميع الليبيين كذلك فإن استخراج ونقل وتصدير النفط والغاز تكون من اختصاص المؤسسة حصرا كما يجب إحالة جميع إرادات المؤسسة الوطنية للنفط على مصر في ليبيا المركزي ومن لندن ينضم إلينا عبر خدمة الإنترنت الكاتب والبحث السياسي الليبي السيد عبدالله الكبير مساء الخير سيد عبدالله وأهلا بك بداية سنبدأ من زيارة هذا الوفد لحكومة الوفاق الوطني خصوصا أنها تأتي هذه الزيارات بعد زيارتين لسيد السراج في مارس الماضي وكذلك في أب أغسطس للواء حفتر يعني ما دوافع هذه الزيارة أو الدوافع الحقيقية بالنسبة لها هل هي تحت إطار اقتصادي ديبلوماسي حقيقي نعم تحية طيبة لك والسادة مشاهدي قناة الميادين الزيارة لها هدفان الهدف الأول سياسي والهدف الثاني اقتصادي على المستوى السياسي باعتبار أن المجلس الرئاسي سيعاد تشكيله خلال الأيام القادمة بالإضافة إلى حكومة الوفاق الوطني وموسكو باعتبارها إحدى عواصم القرار الدولي وهي ليست بعيدة عن المسألة الليبية لا بد من ضمان موافقتها أو رضاها على الأقل على التشكيلة الجديدة لكي تضمن حماية مصالحها في ظل هذه الحكومة صحيح الدول الغربية ربما يدها أطول في ليبيا ولها تأثير أكبر ولكن لا يمكن تجاهل موسكو في المعادلة السياسية الليبية أما على الجانب الاقتصادي فهناك مشاريع متوقفة وهناك استثمارات كبيرة لموسكو منذ زمن القذافي تتعلق بخطوط سكك حديد في ليبيا تقوم شركات روسية بإنشائها وتوقف العمل فيها بسبب ثورة فبراير هناك استثمارات في قطاع النفط هي أيضا متوقفة هناك عقود لأسلحات تتراوح بين 3 إلى 5 مليار دولار عقود أبرمتها ليبيا وينتظر أن يرفع حضر السلاح على ليبيا حتى تتمكن روسيا من توصيل هذه الأسلحة إلى ليبيا ودعم الجيش الليبي الذي يفترض أن يتوحد من جديد بعد الاتفاق الذي ينتظر من المجلس الأعلى للدولة والبرلمان من خلال الحوار الذي سيقوم بروسي لعب هذا الدور المستقبلي الأكبر وهذا النفوذ الأكبر بالنسبة لروسيا تحديدا في المسرح الليبي خصوصا في تزاحم النفوذ الأمريكي والأوروبي سيد عبدالله هل يتم من خلال البوابتين كما ذكرت العسكري والاقتصادي نعم يتم من خلال البوابة الاقتصادية بالدرجة الأولى لابد أن تضمن روسيا مصالحها النفطية والإنشائية الخاصة بعقود سكة الحديد وكذلك العسكرية إذا لم تحظى الحكومة الليبية التي ينتظر تشكيلها والمجلس الرئاسي الذي سيقلص إلى ثلاث أعضاء إذا لم يحظى بدعم روسي وبموافقة روسية باعتبارها إحدى عواصم القرار الدولي فالاتفاق السياسي لن يمر ولم تتكون حكومة جديدة حتى لو حظيت بدعم الغرب وبالتالي حكومة الوفاق الوطني تتواصل مع موسكو من أجل ضمان موافقتها وفي نفس الوقت تضمن لها استثماراتها في المستقبل هل هي تلعب الدور المتوازي خصوصا بدعم اللواء خليفة حفتر وكذلك حكومة الوفاق الوطني سيد عبدالله نعم موسكو في البداية كانت أقرب إلى الحكومة المؤقتة وخليفة حفتر في الشرق الليبي ثم بعد ذلك بدأت تتواصل مع القوى السياسية الأخرى في الغرب الليبي رأينا وفد روسي يتجه إلى مصراتها ويلتقي بقوات البنيان المرصوص التي ذحرت داحش في سرق رأينا مسؤولين روسي يتقبلون الصراج وكذلك يتواصلون مع بقية أعضاء المجلس الرئاسي إذن روسيا أقرب إلى التوازن في علاقاتها مع القوى السياسية المؤثرة في ليبيا الآن سيد عبدالله لا يمكن تحسن فاق الاقتصاد الليبي من دون حل بشكل أساسي الأزمة السياسية وخصوصا الأزمات والمأزق السياسي الذي تعيشه ليبيا هناك تصريح واضح من قبل مؤسسة النفط الليبية التي اجتمعت بلندن لمدة يومين الماضيين هناك تصريح بالقلم العريض إذا أردنا أن نقول أن المؤسسة فقط استلمت 25% من ميزانيتها لعام 2017 ما يعني بداية هذا المؤتمر وما صدر عنه من اتفاق بالنسبة للنفط الليبي أنا أعتقد أن الاتفاق الذي صدر عنه هو يصب في نفس القرارات أو التوصيات السابقة التي أوصت بها كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية بالفعل كما ذكرت المأزق السياسي الليبي يلقي بظلاله على المشهد الليبي برمته اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وما لم تحل الأزمة السياسية لن تحل باقي المعضلات بالنسبة لمؤسسة النفط ما تزال منقسمة حتى وإن أعلن أكثر من مرة عن إعادة توحيدها ولكن في الحقيقة المؤسسة كغيرها من المؤسسات السيادية الليبية ما تزال منقسمة هناك دائما محاولات لتهريب النفط والاستفادة من إراداته بعيدا عن المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي أيضا هذا الاجتماع وهذه التوصيات وربما هذا الدعم في حالة لم يتوصل الفرقاء الليبيون إلى تسوية سياسية كيف يمكن ضمان عدم التلاعب بالنفط الليبي وعدم تهريبه أو عدم سيطرة قوى من خارج الدولة الليبية على مقدرات النفط الليبي أيضا هناك مشكلة أخرى تتعلق بالمصرف المركزي هو أيضا منقسم هناك مؤسسة أو مصرف مركزي موازي في الشرق مقره في مدينة البيضة ولديه محافظ ويعمل مع مصارف المنطقة الشرقية بالإضافة إلى المصرف الأصلي وهذا الانقسام أثر بشكل كبير على العملة الليبية التي تراجعت أمام سلة العملات يعني وعلى الرغم أنه من أبرز التوصيات بنسبة لهذا المؤتمر إحالة جميع إرادات المؤسسة الوطنية للنفط على البنك المركزي المنقسم كما تقول سيد عبدالله الكبير على كل الأحوال أشكرك جزيلا شكر على الإحاطة بكل هذه الملفات المتعلقة بالمصرحة التي كنت معنا من لندن عبر خدمة الإنترنت ومن ليبيا إلى تونس حيث أعلن الرئيس التونسي الباجي قيد السبسي تمديد حالة الطوارئ مجددا في البلاد السارية من عام 2005 السبسي وبحسب بيان للرئاسة التونسية قرر بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب أعلن تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر أكدت الهيئة الإدارية للاتحاد العام للتونسي الشغل أو للشغل رفضها الحلول المقترحة لإصلاح الصناديق الاجتماعية وأكدت أنها تتفق مع الحكومة في تشخيص وضايا الصناديق وتختلف معها في الحلول إلى أكثر من ألف وثمانين مليون دينار ارتفع عجز الصناديق الاجتماعية في تونس رغم تدخل الدولة في مناسبتين منذ سنة ألفين وخمسة عشر لضخ ثمانمائة مليون دينار عجز متصاعد دفع بالهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل إلى الانعقاد لتشخيص الوضع وتدارس الحلول المطروحة من الحكومة وتقديم الرؤية لإصلاح الصناديق مطلوب من الحكومة أن تخمم في الصحات لا تكون حساب الطبقات الضعيفة والطبقات المهمشة وحساب الأجراء وضع الصناديق ليس يأثر على أجيال مستقبلية ثم أجيال اليوم تخدم وقد توجد نفسها في فترة وجيزة مع عشر سنوات ما عندها جرايات يعني تخدم وتساهم في صناديق مفلسة حكومة الشاهد تطرح رفع سن التقاعد إلى 62 عاما بصفة إجبارية وخمسة وست عاما بصفة اختيارية وزيادة الاقتطاع من دخل العمال وأصحاب العمل وإلغاء التقاعد المبكر حلول يرى الاتحاد العام التونسي للشغل محدودة وتثقل كاهل الشغالين والحال فإن الحكومة وفق الاتحاد العمالي عليها أن تفكر أولا في إدماج الاقتصاد غير المنظم في الدورة الإنتاجية لإدماج أكثر من مليوني عامل ينشطون في الاقتصاد الموازي إلى جانب التفكير في فرض ضريبة تضامنية بنسبة واحد بالمئة التأخير في سنة التقاعد سيؤجل المشكل لحكومات أخرى وسيهدد أيضا الأمن الاجتماعي الحلول يمكن تقريبا في ظل ممارسة الدولة لرقابتها على مستوى القطاع الخاص أيضا في مستوى رقابة الدولة على مستوى إداءات جديدة اغتلال المعادلة من خمسة عاملين لتغتية أجر متقاعد واحد في سبعينات القرن الماضي إلى ثلاثة عاملين لتغتية أجور خمسة متقاعدين يعود بحسب مراقبين إلى تغير في العامل الديمغرافي ولكنه يأتي أيضا كنتيجة إلى غياب استشراف الأزمات المستقبلية عجز الصندق الاجتماعية خطير والحلول التي تقترحها الحكومة عليها تحفظات كثيرة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يرى أن الحل يجب أن يكون في إطار سياسة تضامنية لا تثقل كاهل الفئات الاجتماعية الهشة عمج تارى تونس الميادي وقبل ختام الثامنة تذكير بأبرز عنوينها فتح وحماس توقع عن اتفاق تطبيق المصالحة في القاهرة وعباس يعز بتنفيذه الولايات المتحدة تقرر الانسحاب من اليونسكو بذريعة انحياز المنظمة ضد إسرائيل والأخيرة تعتزم اتخاذ خطوة مماثلة القضاء السويسري يتهم الأمينة العام السابق لألفيفا ورئيس مجموعة بي إن ميديا القطري بالفساد والرشوة وبتأكيد للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية وكذلك صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الختام شكنا لكم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة